لو هبدأ أتكلم أن الحرب بدأت بدري على الأهل بمعنى إيه؟ بمعنى فيه ناس شايفة أنك تعمل موسم تاريخي ده كتير عليك أنك تعمل صفقات وتجيب أبرز النجوم اللي موجودين سواء داخل مصر أو خارج مصر فيه ناس بتستقطر عليك الحاجات دي فتبدأ الضرب الضرب إزاي؟ بأخبار غير صحيحة بأخبار تعمل يعني شرخ في العلاقة ما بين بعض اللاعبين وهي المدرسة الكلاسيكية عند أحد الأشخاص من زمان على فكرة يعني الواحد موجود في المجال ده من سنين وعارف كل واحد مدرسته إيه وعارف كل واحد الاسكريبت بتاعه بيكتب إزاي فكل واحد ليه اسكريبت وليه مدرسة كده معينة في المعلومات والأخبار اللي بيحب يتناولها أو حتى يكتبها للموزيع اللي معاه أنا مشكلتي أن المدرسة الكلاسيكية دي قدمت قوي يعني من أيام ما كان بيلعب جمعة ومتعب وفلافي وتريكا وفتحي هي هي نفس المدرسة بتتردد ما هي المدرسة دي ما عندهاش داتا ما عندهاش جديد دايما لما تحب تعمل مشكلة أو تعمل إثارة بعد أي لقاء ممكن يكون فيه خسارة يقول لك الحق ده فلان ضرب فلان ده فلان احتد على مزير الكورة ده فلان رد على قائد الفريق وكابتن الفريق بأسلوب مش كويس كلام ده من زمان على فكرة وفتحوا اليوتيوب وشوفوا الفيديوهات هتلاقوا المدرسة الكلاسيكية دي موجودة من زمان ومن قديم الأزل ما بتتغيرش ومرتبطة بشخص معين يعني هي القصة دي مرتبطة بشخص معين من يوم ما بدأ في المجال من يوم ما بدأ في هذا المجال يطلع لك اتنين لعيبة مسكوا في بعض اتنين لعيبة تخانوا مع بعض رغم انت لو ممكن بصيت على الصحف العالمية ما بتلاقيش الكلام ده اصلا في الشغل البرامج او القنوات او الصحف الكبيرة يعني الصحف الكبيرة دايما بتحب تتناول قضايا رياضية بجد صفقات ممكن تنضم تشكيل ممكن يتم على تعديل على جهاز فني استخدام تعاقد او تعاقد مع مدير فن جديد بطولة جديدة انت ممكن تشارك فيها فتشوف ابرز تفاصيلها وبنودها ولوائحها هي دي الحاجات اللي ممكن تفيد المشاهد ولكن فكرة اني لعيب زعق مع لعيب فوط اللبس لعيب زعق مع لعيب فلملعب دي على فكرة مدرسة قديمة قوي يعني المدرسة دي من ايام ما كنا بنكتب على الورقة الداشت ايام الصحفة كده لما كانت لسه ما كان فيش حاجة اسمها كيبورد ونكتب على كمبيوتر ونبعد على الواتس ابيو الكلام ده كان زمان كده فيه صحافة بتكتب على الورقة الداشت بتكتب تقرير بتكتب خبر بتعمل حوار ممكن هو بيتميز في الحوارات الصحفية ممكن بيتميز فيها بيسأل أسئلة ساخنة شوية بياخد إجابات فيها وردود فعل غير يعني طبيعية فبيعمل إصارة ولكن لما تيجي تكتب خبر وتقول معلومة لازم تبقى عندك موضوعية في تناول أول أي خبر أو أي معلومة تقول خبر يفيد المشاهد تقول خبر سليم وصحيح لكن الأخبار دايما اللي بتطلع في السياق إمام عشور ومحمد الشناوي اتخنقوا ببعض في قط اللبس محمد الشناوي اشتكى للكابتن خالد بيب ومدير الكورة من طريقة رد إمام عشور لقد ده النهاردة بقى فيه افتكاسة تانية ده فيه افتكاسة تانية اتقال لك إيه أصل الكابتن شوبير تلعي النهاردة في الإزاعة وفرادج وقال إن الأهل غرم إمام عشور 100 ألف جنيه طبعا الكابتن شوبير نفى من شوية على صفحته الموضوع ده قال لك أصلا النهاردة ما تكلمتش على القصة دي والقصة دي أصلا من يعني من وحي خيال صاحبها شوفوا بقى الحرب بدأت على الأهل ازاي واحد بيكتب أخبار يدي ليه مقدم البرنامج أخبار مغلوطة تعمل بلبلة دوشة ويبقى لسبوت أكتر على إمام عشور وديه البداية على فكرة عشان كده لابدأت عنواني قلت ايه بدأت الحرب مبكرا على الأهل بهذه الأخبار المغلوطة والمدرسة الكلاسيكية دي قدمت يا نجم يا أستاذ يا أستاذي اللي بتكتب الأخبار دي المدرسة دي قدمت قوي قدمت قوي حاول تطور من نفسك وتشوف دلوقتي الميديا والأخبار الناس بتشتغل ازاي أولا لا حصلت مشكلة ولا حصلت غرامة ولا في مشكلة في لايحة واللايحة بتاعة اللعيبة أو لايحة الفريق مش بعد ما نبدأ الموسم يا فيها اعتراض على اللايحة كلام ده منبادر والناس كلها عارفة سياسة الأهل أساسا في المسالة دي بيتم امت اعتمادها مبكرا ومن بدري فكل الكلام ده غلط كل الكلام ده غلط فالحرب بدأت قوي أو بدري قوي مع الأهل وبدري قوي مع إمام عشور وده متوقع على فكرة وعايز أقول لكم إن فيه لعيبة بتتكلم مع إمام عشور هتتعرض لنفس اللي تعرض له عدد من اللاعبين اللي انضموا للأهل في فترات سابق بس بإمكانياتك انت وبزكاةك انت تقدر تيرمي كل دوة لدهرك لأن فيه ناس عايزة تعمل مشكلة من بداية الموسم جوا قط اللبس من الآخر فيه ناس عايزة تعمل مشكلة من بداية الموسم جوا قط اللبس فلازم الناس تبقى وعية وفهمة أي منبر إعلامي لما بيقول معلومة أنت على مدار الفترة اللي فاتت أو على مدار السنة اللي فاتت أنت بقيت فاهم مين بيقول إيه وعشان إيه والهيستر بتاعه ما أنت عندك تاريخ الأخ اللي بيقوله الخبر أو الأخ اللي بيكتب الخبر عندك التاريخ بتاعه هل بيقول خبر صح ولا بيقول خبر غلط كم مرة قال خبر صح مش عقول لك قال خبر صح وخبر غلط كلنا بنحاول نكتهد بس كم مرة قال خبر صح وكم مرة قال خبر غلط لو لقيت الكفة مش متساوية اقلب ما تجربش وتتفرج غير وبعدين المدرسة دي احنا عارفينها من زمان فانا اقع المستوى الشخصي انا اصلا ما بقيتش اتفاعل معها لان انا عارف المدرسة دي من زمان من يوم ببدأت صحافة وقدت نفس المدرسة تبدأ معايا صحافة يعني نفس النهج ده انا شايفه في بداية الصحافة في 2004 ومشي على نفس السياق وعلى نفس الخط بس ما خلاص محدش بقى قادر يعقبه او يوجهه فخلاص تمادة فيها تمادة فيها والايام اثبتت انه كل اللي كان بيقوله غلط وفي بعض الاحيان كان بتحصل مداخلات تثبت ان اللي بتقال ده كان اصلا غلط فما حدش يتفاعل مع الاخبار اللي زي ده يا جماعة لانتوا عارفين الاخبار دي الهدف منها ايه وان النهار ده كمان يطلع اخبار ان تم تغريم امام عشور مئة الف جنيه فاعتقد الموضوع كده بدر بدر حضراتكم يعني اعرفتوا القصة ماشى ازاي بكرة مطش الاهلي والمصري نتمنى يا رب بإذن الله تكون بداية موفقة للمسابقة ونتمنى يا رب بإذن الله تكون بداية موفقة لقاطكم التحكمية اللي هتدير مباريات الدوري هذا الموسم هنفضل في ظهر المنظومة هنفضل بندعم كل الناس اللي بتشتغل في المنظومة لان الهدف بتاعنا اللي المنظومة كلها تنجح ولكن لو لقينا حاجة غلط ان نشاور ونقول يا جماعة حزبه هنا في مشكلة هنا في حاجة غلط بكرا انا ممكن قبل ما ادخل الحلقة اريدت في بعض المواقع او بعض الصفحات لسه اتحاد الكورينا لم يعلي ان بكرا حكم مباراة الاهل والمصري الكابتن محمد عادل اتمنى يكون جاهز اشتركوا في القناة